يعني بصراحة كل اللوم والعتاب على كريم فؤاد لازم نلومه ولازم نعطبه في الحقيقة لأن الهدف اللي أحرزه كان لازم الكرة لما تجيله يقف عليها ويستنى الحداشر لعيب أو العشرة بخلاف حارس المرمى يرجعه جوه التمنتاشر وبعد كده يحاول يحرز الهدف هل أنا بقول لك كلام من عندي؟ لا ده كلام فرير المدير الفاني الكبير بالمناسبة لنادي الزمالك المدرب اللي عنده يعني مسيرة مميزة جدا مع كرة القدم ما حدش يقدر يقول غير كده وليقول غير كده ما بمفهمش في الكور مدرب كبير لكن تصرحاته كوميديا من وجهة نظر ما تخرجش أبدا من مدرب كبير بيدرب نادي بحجم وقيمة نادي الزمالك أبدا ما ينفعش لما يقول لك بعد المطش إحنا جماعة الجون التاني ده كان المفروض ما يتحسبش لأكدت بدافع باتنين بيني وبينك قعدت تتفرج على اللقطة والجون ويريت عدلنا الجون لأن الجون أصلا حلو جدا يعني عدلنا الجون كده كل شوية لأن الجون حلو قوي تمام فلما بصت على الهدف لقيت إن كريم فؤاد كان حواليه أصلا ست لعيبة مثلا أو سبع لعيبة يعني ستة أو سبعة أزرق أزرق ستة أو سبعة أزرق موجودين في الثمانتاشة بتاعة نادي الزمالك أهو أهو بص كلكم طبعا وطرئيسة بتاعة طهر دي كم تاني هنتكلم عليها كمان شوية لكن عد معي ريت وقفي عمارة معي في الايه في اللقطة والهدف ونعد كام لعيب أزرق كام لعيب أزرق أيوة أقف بقى معي كده عد معي كده ولو في زاوية تانية يريد تبقى شاطر أو يا عمار أنت كده كده شاطر بس يعني ايه لو قدرت تجيبها تبعها أقف بقى هنا أدي واحد اتنين تلاتة اربعة مش عارف ما وقفتش ليه عمارة بس مش مشكلة تمام؟ هي الشيات للزاوية التانية فأدي عدد اللاعبين اللي اللابسين أزرق من نادي الزمالك أهو حلوة أهو والله ينور عليك أدي عندك إيه؟ طهر حوالي اتنين وأدي اتنين مع مين شريف وأدي اتنين مع مين مع كريم فؤاد هل كريم فؤاد كان بالمفترض أن يكون مع عشرة؟ عشان الجن يتحسب بصراحة تصريح غريب غريب جدا كمان بخلاف كده طبعا أنا مش بلوم على كريم فؤاد طبعا لا ألا بلوم تبقى لتصريحات فرير لكن كريم فؤاد ده تولد من جديد كريم فؤاد صفقة الأهلي ما نحقش يستفد منها ابتدى يستفد منها دلوقتي كريم فؤاد لعيب كبير جدا ومقنع جدا بالنسبة لنا كجمهوري للنادي الأهلي لعيب شوكر بيلعب يمين وشمال وهو دلوقتي كمان بيلعب كوينج والراجل عارف يوظفه وهي دي خيمة كولر هو ده المدرب اللي عنده عين كويس على اللعيب هو ده المدرب اللي يقدر يوظف اللعبين بالشكل يستفد منهم الفريق أهو كريم فؤاد لمباراة تاني عالتوالي أو مش عالتوالي يعني مطش اللي سبعا ينزل صنع هدف شادي حسين مطش مبارح نزل جاب جود بيستخدمه صح هو ده المدرب لكن بالنسبة لتصريحات فريرا لازم نقف عندها ارجع تاني يا عمار أيوة أيوة حلوة قوي تاني يلا أيوة هب هب واحدة كانت هب حي يا ابن اللعيب لا لعيب لعيب طاهر لعيب كبير وطاهر النهاردة أو الموسم ده بصراحة بادي بشكل ممتاز دي قيمة طاهر وقيمة المدرب برضو لكن بالعودة كفاية لكن بالعودة لتصريحات فريرا وسواء قبل المطش أو بعد المطش قبل المطش كانت تصريحات مقررة جدا جدا التصريحات دي بالنسبة لي كانت تنم على القلق الكبير أو اللي عندنادي الزمانك من الاهلي لأن كل شواية تسمع مسؤول في النادي يقول لك إحنا أبطال الدوري وكاس ومباراة دي مباراة شرفية أو مش عMerágف قالك شرفية أو قالك لأه الاهلي دف شرف ودف الشرف فاز مباره وتلاقي المدير الفني فريرا قالك إحنا أبطال الدوري وكاس ودي مباراة استثنائية المفروض أصلا متلاعب ببطل الدوري وكاس تلاقي زيزو مثلا لع وأن الزمانك المميز طبعا جدا يقول لك أصلي دي إحنا عبطال الدوري وكاس لما تسمع تصرحات هي هي نسخة طبق الأصل من أكتر من أنصر داخل منظومة نادي الزباك تعرف أنهم قلقانين ولما تيجي تبص على التصرحات على الجانب الآخر تصرحات هادئة واثقة جدا جدا مسواء من كولر أو من الشناوي قبل ماتش تعرف أن الأهل واثق جدا في إمكانياته واثق جدا في إمكانياته ووقف على أرض صلبة وعارف حيلعب إزاي ومركز في إزاي يقدر يكسب الماتش وإزاي يقدر يتعامل معاه مش مركز في التصرحات فاللي يركز هو اللي بيكسب اللي بيركز في الماتش وفي التفاصيل المهمة بتاعة التسعين ديئة هو اللي بيكسب مش اللي بيركز حوالين المباراة يعني بعد الماتش تصرحات في الراق كان بيقول كمان أن الزمالك كان أحسن أنا بصراحة ورضو مستغرب ممكن في بعض الفترات في الشيط التاني الزمالك مسك الكور لكن ده طبيعي لأن الأهل مش بيلاع فريق قليل ده بيلاع فريق كبير زي نادي الزمالك لكن مش معنى كده أن نادي الزمالك كان أفضل من نادي الأهلي في المورادي فبالنسبة لي علامات استفاهم كبيرة جدا على تصرحات في الراقل لكن في كل الأحوال بالنسبة لي الأهم إيه الهدف تحقق فوز النادي الأهلي بالسوبر المصري بطولة مهمة في مرحلة غاية أهمية وفي وجهة نظر المورادي كانت مهمة للأهلي أكتر من زمالك لأن بعد الموسم اللي فات ما كانش فيه توفيق في كل البطولات فإن شاء الله بداية عودة الأرقاب وفرحة جماهير الأهلي تكون أكتر بكتير خلال الفترة اللي جاية